الكتائب القسام إن مقاتليها فجر منزلا تم تفخيخه مسبقا في قوة راجلة للاحتلال في منطقة القرارة شمالية مدينة خان يونس جنوبية قطع غزة أضافت القسام في بيان أن العملية أوقعت أفراد القوة الراجلة بين قتير وجريح مما استدعى هبوط مروحية صهيونية لإجلائهم كما قالت الكتائب إن مقاتليها استدفوا دبابة ميركافا وجرفة عسكرية للاحتلال بقذفتي اليسين والتاندم في منطقة القرارة شمالية خان يونس